مرحباً جميعاً، كيف حالك؟ هذه العزيز مدلسكولة من صوت أهلاً وسهلاً بكم في مدرسة ورودة أكلاديمية العزيز أهلاً جميعاً، كيف حالك؟ كيف تشعر؟ أتمنى أنكم جميعاً جميعاً 90 سنوات، هل أنتم مستعدين لتعلم عن الكلام المنقول؟ أتمنى أن نبدأ ماذا ترى؟ نرى أن دفعاً جميعاً أو دفعاً جميعاً يتكلمون أو يتكلمون لتعلمون الآن، في قراءة قراءة، هذه العزيز مختلفة إلى صوت أريد أن أعلمكم بداية أن الجملة تحول إلى جملة خبرية لكن ماذا أقصد بكل هذا أعزائي الطلبة؟ سأقوم بقراءة هذا لكم ثم أقوم بتوضيح ما أريد أحمد is speaking to Osama أحمد أعزائي الطلبة، نلاحظ أو تخيلوا معي وجود شخصيتين، الشخصية الأولى هي أحمد والشخصية الثانية هي أسامة أسامة وأحمد يتحدثان بشكل مباشر لبعضهما، فيقول أحمد لأسامة بأنه قد اشترى سيارة جديدة، ما نوع الجملة هنا؟ نوع الجملة هنا؟ هي جملة مباشرة لماذا؟ لأنه لا يوجد حلقة وصل بينهما الحديث الذي تم، تم مباشر ما بين أحمد وما بين أسامة ثم جاء مراد ليسأل أسامة ماذا قال لك أحمد؟ ماذا قال لك؟ ماذا أخبرك أحمد؟ أسامة قال لقد قال لي أو لقد أخبرني أنه قد اشترى سيارة جديدة، ما نوع الجملة هنا؟ نوع الجملة هنا هي reported speech أو indirect speech، أي نوع الجملة هنا هو جملة خبرية أي تم نقل الجملة، تم نقل الخبر، نقل أسامة الخبر إلى مراد بأن أحمد سيشتري سيارة جديدة، إذن دورنا هنا إعزائي الطلبة هي تحويل الجملة العادية أو الجملة المباشرة التي قالها أحمد أو أي شخص آخر إلى statement أي إلى جملة خبرية إذن دورنا هنا فقط أن ننقل الكلام بالطبع أعزائي الطلبة In reported speech we change ماذا نغير أو ماذا نحول في الكلام المنقول؟ ماذا نحول في الكلام المنقول؟ طبعاً أنبه أنه يجب حفظ جميع هذه التحويلات وإتقانها جيداً حتى تستطيعوا الحل أولاً نحول الضمائر، البروناون الآي مثلاً إذا رأيناها يجب أن نحولها إلى هي أو شي بالطبع سأعلمكم كيف ذلك بناء على الجملة my تحول أيضاً إلى his أو her we تحول إلى ذي our تحول إلى there ماذا أيضاً؟ ماذا نحول أيضاً في الكلام المنقول؟ نحول أسماء الإشارة demonstrative now تحول إلى then today تحول إلى that day yesterday تحول إلى the day before tomorrow تحول إلى the day after last night تحول إلى the night before last year تحول إلى the last week تحول إلى the week before last year تحول إلى the year before last minute تحول إلى the minute before الدقيقة الأخيرة حسناً ماذا نحول أيضاً؟ يجب حفظ التحويلات وأكد على ذلك نحول أيضاً الأفعال نحول أيضاً الأفعال ملاحظة مهما كان عدد الأفعال التي لدينا نقوم فقط بتحويل الفعل الأول سأقوم بالتأكيد على هذه المعلومة بشكل لاحق عند الشرح الممثل بالأفعال أعزائي الطلبة لتحويل الأفعال تخيلوا معي هذا الدرج إذا كان الفعل مضارع تصريف أول فيجب أن يصبح ماضي بسيط تصريف ثاني إذا كان تصريف ثاني فيجب أن يصبح تصريف ثالث تصريف ثالث مضارع ماضي تام إذا كان الفعل مضارع بسيط يصبح ماضي بسيط إذا كان الفعل مضارع مستمر يصبح ماضي مستمر إذا كان الفعل مضارع تام يصبح ماضي تام إذا كان الفعل ماضي يصبح ماضي تام إذا كان الفعل ماضي مستمر يصبح ماضي تام مستمر إذا كان الفعل ماضي تام يبقى ماضي تام إذا كان الفعل مستقبل نحوى الفعل مساعد فقط ماذا فهمتم؟ أعرف أنكم لم تفهموا الشيء الكثير من هذه القراءة لذلك أعزائي الطلبة سأقوم بشرح اليوم أول زمنين قبل أن أبدأ سأريكم القليل من التحويلات مثلا بوك هي تصريف أول تصريف أول قلنا أنه يصبح تصريف ثاني إذن بوك أصبحت بوك إيت أيضا تصريف أول تصبح تصريف ثاني إذن إيت تصبح إيت لنكمل ولنبدأ اليوم فقط بالزمنين المضارع البسيط والماضي البسيط كما رأيتم رسمت لكم الدرج مرة أخرى حتى تذكروها المضارع البسيط إذا كان الفعل تصريف أول نقفز به إلى التصريف الثاني إذن جميعها تصريف أول والآن يجب أن نقفز بها إلى التصريف الثاني فتصبح هذا بالنسبة إلى تحويل الأفعال وهكذا نكمل بهذه الجملة يأتيكم كالتالي بالطبع كلمة told بمعنى أخبرة هذه الأفعال يجب أن تكون موجودة لديكم في كتابكم الفعلين told والفعل الآخر هو said أميز بينهما تقع كلمة told ما بين ضميرين أما كلمة said تقع ما بين الضمير وما بين الذات وكلمة ذات أصلا تعتبر اختيارية لنبدأ أمل لايكس آيس كريم أمل لايكس نلاحظ أن الفعل هو الفعل المضارع she told me that من هنا يبدأ الحل أمل نخبر عنها بأنها شي لايكس تصريف أول ماذا نفعل به؟ أجل نقفز إلى التصريف الثاني إذن حولت لايكس إلى لايكت لايكس حولت إلى لايكت لنبدأ بالسيمبل باست وهو الماضي البسيط أخذت نفس الأفعال التي لديكم هنا أخذت لايكت مايت بلايت ايت ودرانك قلنا أن الماضي البسيط يصبح ماضي التام الماضي التام هو عبارة عن هاد والفعل تصريف ثالث لايكت تصبح هاد لايكت يوجد هنا حرف D مايت تصبح هاد ميت هاد ميت بلايت تصبح هاد بلايت ايت تصبح هاد ايتن درانك تصبح هاد درانك وهكذا لنرى هذه الجملة اي درانك كوفي لاست نايت اي درانك كوفي لاست نايت شي سيد ذات نبدأ من هنا نراحظ الاي قلبت الى شي لماذا؟ لأنها هي التي تحدث اذا نعتمد عليها على قبل السيد او التولد اذا اي قلبت الى شي درانك درانك تصريف ثاني قلنا ان التصريف الثاني يصبح من الماضي البسيط الى الماضي التام اذا درانك تصبح هاد درانك قلنا ان كلمة لاست نايت تحول الى the night before